المؤمنين بالدولة المدنية بمرجعية الحضارة الإسلامية اندماجنا في كيان سياسي واحد لنستكمل معا مشوارنا الوطني الذي بدأناه منذ زمن مقاومين للاستبداد والظلم والفساد ثم مشاركين في ثورتنا العظيمة بكل مراحلها وتفاصيلها ثم ما تلاها من محاولات متعاقبة لبناء مؤسسات مصر الدستورية من مجلسي الشعب والشوراء ثم الجمعية التأسيسية وصولا لإنجاز الدستور ونؤكد على التزامنا خطنا الوسطي الذي يعلي من مصلحة الأمة فوق الأحزاب ويرتبط بأوثق العلاقات مع جميع الطيارات والأحزاب والقوى والرموز السياسية على مختلف اتجاهتها ويرفض محاولات الاستقطاب وكافة صور التخوين والتكفير الوطني والديني ومن هنا فإن المساحة الوطنية الشاسعة التي تضم غالبية المصريين البسطاء هي دائما محط أنظارنا ومهوى أفئدتنا نحن عندها خدام ولراحتها عاملون إننا بروح ثورتنا ووحدتنا سنخوض انتخابات مجلس النواب القادم بإذن الله آملينا أن نكون نموذجا للأداء الوطني وصولا إلى برلمان متوازن يعبر عن طيارات الأمة كلها ويحقق أهداف ثورتنا ويفي ببعض حق شهدائنا علينا والسلام عليكم ورحمة الله